مشاهدين أناقش هذا الملف مع ضيفي من البصرة أستاذ مساعد في الإدارة والاقتصاد بجامعة البصرة دكتور أحمد صدام. دكتور أحمد مرحبا بك معنا. هناك الكثير ما يقال حول هذا المشروع من نقاط. أريد أن أبدأ بقضيتي أن هذا المشروع مخصص لنقل المسافرين من إيران من دول شرق آسيا إلى العراق. بحسب ما موجود من بنى تحتية من السعى التي سيتحملها هذا المشروع. هل بالفعل هذا الأمر مخصص فقط لنقل المسافرين أم لأشياء أخرى؟ شكرا جزيلا المساء الخير للحضرتك. كما تفضل الحضرتك ما هو معلن أن هذا المشروع مخصص لنقل المسافرين. فإذا ما تحقق هذا بطبيعة الحال هذا المشروع لا يشكل ضرر. إذا ما فقط اقتصرت المسألة على نقل المسافرين والبضائع الإيرانية. ولكن الشواهد تشير إلى عكس ذلك. هناك ربط سككي من ميناء الإمام الخميني في إيران إلى منطقة خرم شهر. وهذه المنطقة تبعد عن الشلامشة بحدود أربعين كيلومتر عن الحدود العراقية. أيضا لا ننسى أن هناك تصريح للرئيس الإيراني السابق حسن روحاني في آذار من العام 2019. قال أن هذا المشروع سوف يرتبط سككيا بسوريا بميناء اللاذقية. بمعنى أن هذا المشروع له أبعاد اقتصادية قليمية. ممكن أن تأخذ بنظر الاعتبار الدورة المستقبلة لإيران. حتى مثلا بعد رفع العقوبات الدولية. إيران تحاول الآن أن ترتبط بالخط الناقل من الصين إلى باكستان. ومنه إلى سوريا عبر الأراضي العراقية. إذا ما تحقق هذا السيناريو على أرض الواقع. هذا أكيد يشكل عامل منافس شرس للموانئ العراقية. وتحديدا ميناء الفاو الكبير. الذي لا يبعد بمسافة كبيرة. لا تتجاوز 200 كيلومتر. دكتور أحمد نعم دعا إيران تريد ما تشاء وتضع ما تشاء وتحلم بما تشاء من أجل مصالحها الخاصة. السؤال عن الجانب العراقي. وأنتم خبراء في الاقتصاد. وأنتم من أهل مدينة البصرة. كيف يمكن أن يوافق العراق على منح مثل هذا المشروع. ويضر بالميناء العراقي الكبير. الذي حتى الآن لم يستفد منه العراق بشكل فعلي. نتحدث عن ميناء الفاو. ربما هناك ضغوط. ولكن ما هو معلن. أنه اليوم حتى في التصريح أو في البيان الإعلامي. أن هذا المشروع لنقل المسافرين. وفقا لهذه النظرية لا يوجد ضرر. ولكن كما ذكرت الحضر ذلك الأمور والوقاعة تشير إلى عكس ذلك. وبطبيعة حال سوف يشكل عامل منافسة قوي. وبالتالي اليوم الناقل البحري في المستقبل لا يمكن إلزامه بقرارات وطنية. يعني ميناء خميني مثلا مجهز بـ 45 رصيف. منها خمسة أرصف للحاويات. وبالتالي وجود ربط سككي ووجود ميناء جاهز. مقابل وجود ميناء وهو ميناء الفاول كبير غير مكتمل. هذا أكيد ممكن أن يشجع الناقلين البحرين في التعامل مع هذا الميناء. ومن ثم الربط السككي وصولا إلى ميناء اللاذقية في سوريا. وبالتالي سوف يكون مستوى المنافسة كبير جدا للموانع العراقية. وتحديدا ميناء الفاول كبير. وهذا بطبيعة الحال يشكل خسارة اقتصادية كبيرة. هناك أيضا بعض الانتقادات التي تقول أن موافقة العراق على هذا المشروع قد يحرمه من موافقته أو مشاركته بمشروع الطريق الصيني. وبالتالي تكون الفائدة شبه منتفية قياسا بالذي سيستفيد منه العراق من إيران. عما سيستفيد منه من الجانب الصيني. ما مدى أيضا دقة هذه المعلومة أو هذا التخوف؟ هناك قناة ترتبط أو تنتقل من الصين إلى باكستان. وإيران تحاول أن ترتبط بهذه القناة عن طريق باكستان. بهذا الحال عن طريق الربط السككي. فإن مشروع الحرير الصيني سوف ينطلق من الصين إلى باكستان ومن ثم إلى إيران. بمعنى هذا يحرم فرصة كبيرة لميناء الفاول كبير من أن يكون نقطة مهمة ضمن مشروع الحرير. وأيضا هذا ممكن أن يعرقل حتى مشروع التنمية. الرابط مع بيان مدينة البصرة وصولا إلى تركيا وأوروبا. هذا ممكن أيضا أن يشكل عامل منافسة شرس. وممكن أن يؤثر على طبيعة المشروع بحكم جذب خطوط الملاحة الدولية. ربما هذا يحصل في المستقبل إلى ميناء آخر وهو ميناء خميني. وهذا أكيد يضعف من مستوى الحركة التجارية. وبالتالي يقلل حتى من فرص الإقبال والاستثمار في مدينة البصرة تحديدا. وفي ظهير ميناء الفاو الكبير. دكتور أحمد بطرق القانونية. كيف يمكن التأكد من أن هذا المشروع لا يضر بالمصالح العراقية. لا يضر بميناء الفاو. ولن يكون ممرا لنقل أشياء غير المسافرين. يعني بالطرق القانونية فقط إذا تضمن العقد أن هذا المشروع هو فقط مشروع لنقل المسافرين. وهذا يفترض أن يثبت بالعقد المبرم ما بين الجانبين الإيراني والعراقي. فقط في هذه الحالة ممكن أن تكون إيران ملزمة بأن المشروع فقط مخصص لنقل المسافرين. ولا يرتبط بموانئ إيران أو ربط سككي آخر. إذا ما تحقق هذا أو إذا ما اشترط الجانب العراقي على الجانب الإيراني هذا الأمر وألزمها بذلك. بطبيعة الحال هذا المشروع لا يؤثر حينما يكون شرط كهذا. ولكن ما هو موجود يشير إلى عكس ذلك. يعني كما ذكرت الحالة هناك وقاع وهناك ربما في المستقبل يعني مشاريع السكك الحديد ومشاريع النقل دائما هي مشاريع طويلة الأمد وسكة الحديد. لا يقتصر دورها فقط على نقل المسافرين. ربما تتحول إلى نقل بضائع. ربما ترتبط السكة نفسها بمناطق أخرى وموانئ أخرى. إذا لم يكن إلزام من هذا الجانب. أكيد هذا ممكن أن يشكل عامل مخاطرة ومنافسة كبيرة على الواقع العراقي وعلى الموانئ العراقية تحديدا. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من البصرة أستاذ مساعد في الإدارة والاقتصاد جامعة البصرة الدكتور أحمد صدام.